أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات موضوع الدرس المتتابعات والمتسلسلات الهندسية الجزء الأول إعداد الأستاذ سمير السالم وتقديم معتصم الجهلي سنتعلم في درسنا لهذا اليوم الحد النوني في المتتابع الهندسية إيجاد الحد النوني في المتتابع الهندسية كتابة صيغة الحد النوني لمتتابع هندسية وأخيرا الأوساط الهندسية نتعرف الآن على المتتابع الهندسية استنتاج الحد بالرتبة N في المتتابع الهندسية رح يكون كالتالي الحد الأول A1 يساوي A1 في R الصفر إذن يساوي A1 الحد الثاني A2 يساوي الحد الأول مضروبا في الأساس R الحد الثالث A3 يساوي الحد الثاني مضروبا في الأساس R ويعطى أيضا بصيغة أخرى الحد الأول مضروبا في R تربيع الحد الرابع A4 يساوي الحد الثالث في R وأيضا يُعطى بصيغة أخرى الحد الأول مضروبا في R أساس 3 إذن الحد النوني هو AN يساوي الحد الأول في R أس إن ناقصا واحد تسمى الر أساس المتتابع الهندسية أي النسبة المشتركة المثال الأول أوجد الحد الثامن في المتتابع الهندسية التي فيها الحد الأول بستة والR يساوي اثنين إذن كخطوة أولى نكتب صيغة الحد النوني أي إن يساوي الحد الأول R أس إن ناقصا واحد إذن الحد الثامن قيمة الان بثمانية يساوي ستة في اثنين أس ثمانية ناقصا واحد بسط الآن ثمانية ناقصا واحد سبعة إذن اثنين وسبعة بمية وثمانية وعشرين ورح نضرب الآن في الخطوة الأخيرة مية وثمانية وعشرين في ستة ويساوي بسبعمية وثمانية وستين تدريب أكتب معادلة الحد إن للمتتابع الهندسية ثمانية ستاش اثنين وثلاثين أربعة وستين إذن نعلم الآن أن حدها الأول بثمانية لكن الأساس R رح نستنتجه بقسمة الحد الثاني على الحد الأول إذن 16 على ثمانية ويساوي اثنين الآن نكتب صيغة الحد النوني A N يساوي الحد الأول R أس N ناقصا واحد إذن A N يساوي ثمانية في اثنين أس N ناقصا واحد تدريب أكتب معادلة الحد N للمتتابع الهندسية التي فيها الحد الرابع بثلاثمية وخمسة وسبعين وR يساوي وR يساوي الخمسة الآن رح نستخدم معادلة الحد النوني مرتان المرة الأولى كي نستنتج الحد الأول والمرة الثانية لكتابة المطلوب في هذا السؤال وهو معادلة الحد N إذن نكتب الآن معادلة الحد النوني ونوجد الحد الأول إذن الحد الرابع يساوي ثلاثمية وخمسة وسبعين يساوي A واحد في الأساس خمسة أس قيمة الـ M بأربعة إذن أربعة ناقصا واحد خمسة أس أربعة ناقصا واحد أي خمسة أس ثلاثة ويساوي مية وخمسة وعشرين الآن نكسن طرفيا معادلة على مية وخمسة وعشرين ويكون قيمة الحد الأول تساوي ثلاثة إذن نرجع ثاني نكتب معادلة الحد النوني أي N يساوي الحد الأول R أس إن ناقصا واحد إذن بعملية التعويق نعوض بقيمة A واحد بثلاثة وقيمة R بخمسة وبكذا يكون فتبنى معادلة الحد N الأوساط الهندسية وهي الفكرة الثانية في درستنا لهذا اليوم الأوساط الهندسية هي الحدود الواقعة بين حدين غير متتاليين في متتابعة هندسية ركزوا معايا الآن هنا إذا كان دليل الجذر عدد فردي رح تكون قيمة الأساس R يساوي جذر دليله N ناقصا واحد ونقول A N على A واحد أما إذا كان دليله عدد زوجي يكون R يساوي موجب وناقص جذر A N على A واحد ودليل الجذر N ناقصا واحد مثال أوجد أربعة أوصات هندسية بين العددين ثلاثة وثلاثة ألاف واثنين وسبعين نلاحظ أن بين العدد ثلاثة وثلاثة ألاف واثنين وسبعين يوجد أربعة أوصات هندسية هي A2 A3 A4 وA5 إذن هدد الحدود هنا N يساوي 6 نبدأ الآن استنتاج الأساس R يساوي جذر A N على A واحد ودليله N ناقص واحد ابدأ بعملية التعويض ال N هنا بستة إذن دليل الجذر خمسة A N ثلاثة ألاف واثنين وسبعين على A واحد بثلاثة وتكون قيمة R تساوي أربعة إذن نبدأ الآن باستنتاج الحدود الحد الثاني يساوي الحد الأول في الأساس R إذن ثلاثة في أربعة وتساوي إثناش الحد الثالث نبرب الحد الثاني في R إذن إثناشر في أربعة ويساوي ثمانية وأربعين الحد الرابع يساوي الحد الثالث في R إذن ثمانية وأربعين في أربعة ويساوي مية واثنين وتسعين الحد الخامس هو الحد الرابع في R إذن مية واثنين وتسعين في أربعة ويساوي سبعمية وثمانية وستين تدريب أوجد ثلاث أوصات هندسية بين العددين إثنين ومية واثنين وستين إذن لو نلاحظ هنا أن بين الاثنين والمية واثنين وستين يوجد ثلاث أوصات هندسية بمعنى أن قيمة الان تساوي خمسة إذن نكتب الآن الار أساسها يساوي موجب وناقص ان ناقصا واحد وهو دليل الجذر ونلاحظ هنا استخدامنا للصيغة الأخرى لأن دليل الجذر زوجي تحت الجذر ان على اي واحد إذن نقسم الآن مية واثنين وستين على اثنين ويساوي موجب وناقص ثلاثة إذن حلان الأول عندما R يساوي ثلاثة إذن نبدأ استنتاج الحدود الحد الثاني يساوي الحد الأول في R أي اثنين في ثلاثة ويساوي ستة الحد الثالث رح نضرب الحد الثاني في ثلاثة ويساوي ثمنتاش الحد الرابع نضرب الحد الثالث في الأساس ثلاثة ويساوي أربعة وخمسين لكن إذا كان R يساوي سالب 3 إذا راح نقول الحد الثاني 2 في سالب 3 ويساوي سالب 6 أما الحد الثالث راح نضرب الحد الثاني في الأساس أي سالب 6 في سالب 3 بموجب 18 وأخيرا الحد الرابع نضرب الحد الثالث في الأساس سالب 3 ويساوي سالب 54 تقويم مثال اختياري صيغة الحد إن للمتتابع الهندسية 15 20 40 80 ولدي عدة من الاختيارات كخطوة أولى استنتاج الحد الأول هو بخمسة أساس هذه المتتابعة الهندسية نكسم الحد الثاني على الأول إذن 10 على 5 ويساوي 2 نكتب الآن صيغة الحد النوني A N يساوي الحد الأول A N ناقصا 1 إذن 5 2 2 S N ناقصا 1 إذن الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار B تقويم مثال اختياري رتبة الحد الذي قيمته 32 في المتتابعة الهندسية 1 1 على 8 1 1 4 1 2 يساوي 6 7 9 10 نبدأ الآن بالخطوة الأولى الحد الأول هنا يساوي 1 على 8 الأساس قسبنا الحد الثالث على الحد الثاني وكان الجواب يساوي 2 ممتاز إذن نكتب الآن صيغة الحد النوني A N يساوي A 1 R أس N اللي بنستنتجها الرتبة ناقص 1 قال لي رتبة الحد الذي قيمته 32 إذن A N هنا بـ 32 يساوي 1 على 8 في 2 أس N ناقصا 1 نتخلص من 1 على 8 بضرب الطرف الأول في 8 والطرف الثاني في 8 تصبح المعادلة 256 يساوي 2 أس N ناقصا 1 حل إلى 256 هي 2 أس 8 إذن الآن الأساسات متشابهة نساوي الأسس إذن 8 يساوي N ناقصا 1 إذن نتخلص من ناقص 1 نضيف في الطرف الأول 1 وفي الطرف الثاني 1 وتكون قيمة N تساوي 9 إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار C تعلمنا في درسنا لهذا اليوم صيغة الحد N في المتتابع الهندسية A N يساوي A 1 R S N ناقصا 1 حيث أن A 1 هي الحد الأول والأساس هو R و N هي عدد الحدود وأيضا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم إيجاد الأوساط الهندسية بين الحد الأول والحد الأخير ونوجد الوسط الأول A 1 في R وإيجاد الوسط الثاني A 2 في R وإيجاد الوسط الأخير A N ناقصا 2 في R وأيضا تعلمنا الأساس R وله قاعدت إذا كان الدليل فرديا إذن جذر A N على A 1 لكن إذا كان زوجي رح يكون ال R يساوي موجب وناقص جذر A N على A 1 ودليله N 1 واستنتاج عدد الأوساط يساوي N 2 وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون فقد في تقديمه ونشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر